موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو أسبوع جديد وكلمة أخيرة رئيس سيسي شهد اليوم الاحتفالية بعيد القضاء والتي نظمتها وزارة العدل بحضور عضاء المجلس الأعلى للقضاء هذه الاحتفالية لها أهمية خاصة هذا العام يمكن لأنها الأولى بعد دخول النساء إلى مواقع قضائية كانت محجوبة عنهم أو عنهن في عدد من المواقع القضائية مثل نيابة العامة ومجلس الدولة العودة كانت بدعم من السيد الرئيس وتحقيقاً للاستحقاق الدستوري والحقيقة أن الرئيس ذكر ده النهاردة وذكر طبعاً وجود النساء لأن ده يحقق الاستقرار والاستحقاق الدستوري يمكن من أهم ما قاله أو أهم ما قاله الرئيس اليوم هو تأكيده كذا مرة على مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه جزء من هذا الأمر لرغبة الرئيس أو يعني لأن الرئيس بيقول نحن نحترم القضاء ونحن نحترم القضاء ولا نتدخل فيه وإنتوا كمان لا يمكن أن تسمحوا ده كان بيوجه كلامه للمجالس القضايا المختلفة لن تسمحوا ولا تسمحوا بالتدخل في شؤون القضاء طبعاً كانت هناك تحية خاصة لرئيس السابق عدلي منصور الذي تولى حكم البلاد في فترة صعبة من تاريخ البلاد حنشوف ما قاله الرئيس النهاردة ونتكلم على تطوير منظومة القضاء في مصر وفي حلقتنا أيضاً خاصة في الفقرة الإخبارية أو الساعة الإخبارية الأولى احنا عندنا جزء رياضة كبير النهاردة في أخبار عديدة منها أن رابطة الأندية أندية كرة القدم أعلنت خلاص أنه الدوري سيقام بشكله الطبيعي يعني بدور المجموعتين وينتهي في أغسطس 22 بعد ما رفضت معظم الأندية أنه يقام بشكل مختلف ويخلص في يوليو اللي هو على دور واحد ثانياً وده خبر رياضي آخر إيقاف الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي فتح لها الباب بالأمس وبدأ بالفعل المرشحين أو المرشحون لتقديم أوراقهم ولكن النهاردة ومنذ قليل وزارة الشباب رياضة أخترت النادي بأن هناك تنقية أولاً في عوار في الإعلان وأن هناك إعلان للجمعية العمومية وأن هناك تنقية مستمرة للعضويات ما زالت جارية وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك انتخابات حتى يتم تنقية هذه العضويات هنتكلم في هذا أيضاً وفي النصف الثاني من حلقتنا هنبدأ الاستعداد لمهرجان الجونة السينمائي الذي يدشن أعمال دورته الخامسة يوم الخميس 14 أكتوبر النهاردة هنتعرف على ملامح المهرجان قواعد الحماية من الكورونا ودي مهمة جداً ونشوف مين المتسابقين إيه الأفلام المتسابقة المهرجان طبعاً بيعقد في ظل تصاعد الموجة الرابعة من الكورونا في مصر والعالم هننتعرف على المسابقات المختلفة الأفلام المرشحين للجوائز مين؟ المكرمين هذا العام في زخم عربي من الأفلام المتسابقة في الجونة الفنان أحمد السقة سيحصل على تكريم خاص من المهرجان على مشوار فني رفيع جيزة الإنجاز الإبداعي وطبعاً إحنا في أون الحقيقة كنا يعني نحن الشريك الإعلامي الرسمي للمهرجان ده جزء من مسؤوليتنا وجزء من علاقتنا بالسينما نحن نشعر أننا لسنا فقط الشريك الرسمي يعني أن إحنا بس بننقل الافتتاح أو بنعمل رسائل يومية ولكن نشعر الحقيقة أننا شركاء حقيقيين في هذا المهرجان منذ دورته الأولى بإذن الله حنكون معاكم لرصد الافتتاح أنا وزملائي في المحطة وزي ما بقولكم إحنا بنشعر أن إحنا شركاء حقيقيين لهذا المهرجان منذ بدايته منذ انطلاقه إيماناً من هذه المحطة بأهمية صناعة السينما أهمية دعمها وبالذات السينما الشابة التي يعبر عنها مهرجان الجونة كما هي المدينة نفسها مدينة شابة هنتكلم عن المهرجان ومعانا المسؤولون عنه انتشال التميمي مدير المهرجان الفنان أبوشا روزة رئيس العمليات بالمهرجان والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان نبتدي بقى الاستعداد لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة يلا نبدأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة